اهلا وسهلا بكم اعزائي طالبات وطالبات التعليم الاساسي في جمهورية مصر العربية وبالاخص الحاصلين على الشهادة الاعدادية النهاردة ان شاء الله هكلم او هخص كلامي بالطلبة الحاصلين على الشهادة الاعدادية واللي هيبدأوا في الفترة اللي جاية في سحب ملفات بعض المدارس السانوية للالتحاق بها طيب انت حضرتك في التعليم الاساسي كنت بتعتبر تلميذ بتحمل في الفترة السابقة بكل المعلومات الاساسية اللي هتبدأ حضرتك تفيدك في دراستك القادمة في التعليم السانوي يعني احنا بنقسسك وبنديك المعلومات اللي تقدر حضرتك تستفيد بيها في تعليمك اللي جاي في المرحلة السانوية عشان تقدر تكمل في دراستك بعد كده طيب فانت بتتحول فيه من مرحلة التعليم الاساسي الى مرحلة التعليم السانوي بتروح بيها او بتروح فيها باختيارك انت بتختار المجال اللي نسبك في التعليم السانوي بتكون حضرتك في مرحلة اختيارات فيه عندك يا اما السانوية العامة وبكون فيها الدراسة اكاديمية يعني بتدرس معلومات بتدرس محاضرات نظرية مع جزء بسيط من الدروس العملية اللي تفيدك بعد كده ان شاء الله لما بتلتحك بالجامعات والكليات طيب فيه الاختيار اللي ممكن حضرتك تختاره التعليم الفني وبفروعه المختلفة من تجاري او فندقي او صناعي او زراعي فاذا انت حضرتك اتحولت فيه من التعليم الاساسي اللي هو بتاخد فيه مواد معينة مواد اساسية بتدرسها مفيش عندك فيها حرية الاختيار بانك تدرس مادة او قسمه معين او مجال معين ومجال لا لا انت بتدرس كل المجالات اللي موجودة او كل الدروس اللي موجودة عندك فيه الصفوف بتاعتك فيه مرحلة السنوية بقى انت بتكون مرحلة بنسميك بتتنقل من مرحلة التلمزة الى مرحلة الطلب انت دلوقتي بقيت طالب بتتحول ليه منتج بتتحول ليه انسان بيبدأ يبلغ بيبدأ نحط او نضع فيه كل المعلومات اللي تفيده في حياته الجاية بعد كده علشان يبدأ يحسن الاختيار بتاعه ويبدأ يحط لنفسه اساس او معلومات معينة تفيده في حياته المستقبلية في مرحلة الشباب بعد كده او في مرحلة عمله بعد كده فاذا انت بتتحول من التعليم الاساسي من مرحلة التلمزة فيه الى تعليم السنوي مرحلة ايه الطالب حتى انت بتتسمى في مرحلة السنوي بانك طالب فاذا انت اللي بتطلب نفسك نوع العلم اللي انت عايزه طيب ايه اللي يخليني انا ابدأ اتخير او اختار ما بين انواع التعليم السنوي اللي احنا قلنا عليها من شوية اما تعليم فني او تعليم سنوي طبعا لازم نحط فيه اعتباراتنا ان اصابع اليد ليست واحدة يعني ايه يعني فيه فروق فردية ما بيننا احنا كاشخاص فيه انسان بيبقى عنده القدرات الزهنية عالية جدا وفيه طالب بيبقى عنده القدرات الجسمانية والحركية عالية اعلى من الزهنية وفيه انسان بيبقى عنده التوازن ما بين الاتنين يبقى اذا انا كانسان بيبقى عندي كذا اختلاف ما بيني وما بين الشخص الاخر طب الاختلافات دي هي اللي بتحددلي نوع الدراسة اللي انا حقدر اكمل فيها علشان اقدر احقق نجاحات معينة تفيدني بعد كده في حياتي المستقبلية وفيه مستقبلي وفيه عملي وفيه اسرتي وابدأ اكون مفيد لنفسي ومفيد لبلدي طيب يبقى اذا انا لازم انا فرق وكون عارف من المراحل اللي فات اللي هي التعليم الاساسي في الفترة اللي جاي او التعليم السنوي ايه هي قدراتي ايه هي الحاجات اللي انا حقدر اعتمد عليها وعلى اساس كده حبد اختار يا اما المجال الاكاديمي في التعليم السنوي انا هنا ما بتكلمش بقى على المجموع ما بتكلمش على ان طالب واخد مجموع عالي او واخد مجموع قليل ده احنا فيه عندنا مدارس فيه التعليم الفني بتاخد مجميع اعلى بكتير جدا من التعليم السنوي ولذلك وطلبة بيقبلوا عليها بشكل كبير جدا علشان يلتحقوا بيها يبقى اذا انا في الاول قبل ما افكر في حتة المجموع انا بفكر في قدراتي انا الشخصية بقدراتي الزهنية هل انا عندي ملكة او قدرة من الحفظ الكامل والفهم الكامل للمواد النظرية بحيث ان انا اقدر اكمل فيها في مرحلة السنوية واخش مثلا السنوية عامة وابدأ احفظ وابدأ اذاكر وابدأ افهم الدروس بتاعتي وابدأ اكون مستفيد بيها وابدأ احقق فيها النجاحات وابدأ احقق فيها مستوى عالي علشان يؤهني لان انا اخش الكليات او الجامعة اللي انا محتاجها اتفدني في مستقبلي وتفدني في الحاجات اللي انا العمل اللي انا نفسه اتحق به ولا انا قدراتي الجسمانية اكتر وقدراتي العملية اكتر من القدرات الاستيعاب الزهني فببدأ اتخير التعليم الفني اللي على اساسه ببدأ اخش فيه مجالاته المختلفة اللي تفدني واللي انا حاسس ان انا لو دخلتها او تقدمت لها هتبدأ تفدني في مستقبلي او حبدأ انا ارتقي بيها او ازيد في مستوايا بحيث ان انا استفاد بيها بعد كده فلذلك انت بنفسك بتبدأ تحدد اختياراتك او ابتداء من حصولك على الشهادة او طلباتك بعد كده بحيث انك ايه تستفاد بعد كده طيب نبدأ نعرض الدرس بتاعنا او الموضوع بتاعنا النهاردة هو مش درس يعني بندرس فيه منهج او بندرس فيه مواد قد ما بنتكلم فيه مع بعض بحيث انك نبدأ عملية الترغيب نشوف ايه هو التعليم الفني احنا في بعض دنا حاطف دماغه ان التعليم الفني ده عبارة على ان انا بخش مدرسة صنايع او بخش مدرسة تجارة او بخش مدرسة الزراعة وبخرج منها يعني معي شهادة وخلاص لا انت دلوقتي في التعليم الفني فيه حصل فيه تطور كبير جدا وده هنشوفه ان شاء الله لما هنيجي نعرض النقاط معينة اللي هي بتاعت الموضوع بتاعنا فاذا نبدأ نفهمها ونبدأ نستفيد بيها علشان ان شاء الله تبدأ حضرتك تكمل حياتك بنجاح ونقضي على مشاكل البطالة اللي احنا بنشوفها في الفترات او اللي بنشوفها في الموسم بتاعه فاذا يعني احنا في الفترة اللي جاية او في فترة حياة حضرتك اللي جاية بتبدأ تركز في المواضيع اللي جاية معي طيب نبدأ نعرض النقاط المعينة بتاعتنا طبعا الصورة العامة عندنا التعليم الفني هو نهضة قادمة لمصر اول حاجة بتبدأ عندي ايه هو التعليم الفني طيب اهمية واهداف التعليم الفني احد الادوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة طبعا احنا شايفين ان الدولة دخلة عموما او الدول عموما اللي بتحب تنهض بيبقى فيها عندها كم كبير جدا من المشروعات سواء كانت مشروعات صناعية او مشروعات زراعية او مشروعات سياحية علشان تبدأ تدخل لنفسها كمية موارد كبيرة الموارد دي تبدأ تعلي وتنهض بيه الدولة ويستفيد منها الانسان بانه بزيادة الدخل بتاعه وزيادة المصروفات بتاعته فتبدأ الدولة المستوى المادي بتاعها عموما ويبدأ الدولة يزيد ويبدأ الدولة الاحتياطي النقد بتاعها يزيد وتبدأ الدولة يبقى ليها كلمة في العالم وليها موقف معين في العالم فإذا النهضة الاساسية بتاعتها بتعتمد على طالب التعليم الفني فإن طالب التعليم الفني هو اللي بيعمل النهضة الشملة او النهضة الكاملة في انواع الصناعات المختلفة داخل هذه الدولة فكان لازم على الدولة انها تهتم بطالب التعليم الفني فإذا كبر حجم المشاريع كتر حجم المشاريع وتنوعها فده بيتطلب عمال مهرة مدربين عندهم قدر عالي من العلم العملي والعلم النظري اللي يبدأوا يشتغلوا في المنتجات ويبدأوا يشتغلوا في المصانع ويبدأوا يشتغلوا في الأعمال المطلوبة في البلد بحيث أنه ما يكونوش هم أداة لتخريب هذه الأدوات أو أداة لتخريب هذه المصانع أي صاحب مصنع عايز يعمل نهضة فيه أو ينشئ مصانع فيه بلده هو بيدور في الأساس على طالب التعليم الفني الماهر المتعلم الحاصل على الشهادات العالية بحيث أنه يبدأ يشغلوا عنده بالمصنع علشان يبدأ ياخد منه أعلى كفاءة ممكن يبقى إذن أول نقطة عندي هو أحد أدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة طيب الهدف الثاني للتعليم الفني وإعداد فني ماهر قادر على المنافسة بالسوق المحلية والإقليمية والعالمية ويشارك بإيجابية في تقدم ورقي الوطن طبعا إحنا شايفين إزاي ما إحنا عارفين إن شهادة التعليم الفني أو الشهادة اللي حضرتك بتحصل عليها لما بتتخرج من الدبلوم أو بتتخرج من أقسام التعليم الفني أنت حضرتك بتاخد شهادة معترف بيها سواء داخل مصر أو خارج مصر بشهادة تقدر تقدم فيها في أي مجال في شغلك يعني مثلا حضرتك لما بتيجي تخش مثلا في مدرسة صناية داخل جوة مدرسة صناية تخصصات معينة حضرتك بتخشها التخصص دوت بتحصل منه في النهاية في آخر ثلاث سنين على شهادة بتقول إن الشهادة دي أنت مجيد في التخصص ده ويحق إليك إنك تقدم في أي شركة سواء داخل مصر أو خارج مصر زي ما بنشوف في إعلانات القوى العاملة اللي بتبقى جايبة إعلانات من خارج مصر إن مطلوب عمال مثلا تخصص معين أو فنادق عايزة تخصصات معينة في مجال السياحة فبيبدأوا الطلبة يقدموا فيها بناء عن الشهادة بتاعتهم ويشتغلوا فيها ويبدأوا ياخدوا من مراها أجر وربح كويس يبقى إذن هي إننا في التعليم الفني بعد الطالب ده اللي يبدأ يشتغل فيه المجالات دي كلها بحيث إنه ما يبقاش فيه عنده أي تأثير أو أي قصور معينة يحصل منها أي مشاكل تيجي بعد كده يبقى إذن أنا عندي إعداد فني ماهر قادر على المنافسة بالسوق المحلية والإقليمية والعالمية وشارك بإيجابية في تقدم ورقي الوطن تالت نقطة عندي أحد أهم آليات الدولة في مواجهة البطالة طبعا أنا دلوقتي لما بدخل الطلبة الطوعي في مجال التعليم الفني فأنا بدرب الطالب على إنه إزاي يقدر يعمل مشروع بأقل التكاليف الطالب بيخش عندي هو ما عندوش أي معلومات كافية على إنه إزاي يبدأ مشروع وإن كان عنده المعلومات فتبقى معلومات بسيطة مثلا سمعها من حد من زميله اتعلمها من حد من معرفه اتعلمها من حد من قريبه لكن لما بيخش عندي بقى في المدارس لا أنا بديله علم بديله عمل بديله مساحة من المعامل وهيئة كاملة من مدرسين التعليم الفني المدربين الأكفاء القادرين على إنه يوصلوا للمعلومة بشكل كامل بحيث إنه يبدأ من جواه يسقل هذه المهارة لو كانت موجودة عنده أو لو كانت اشتغل قبل كده في حاجات مختصة في المجال اللي هو يعني اتضرب عليه قبل ما يخش التعليم الفني فبنبدأ نديله يعني نزود لي المهارات دي نبدأ نعرفه على أدوات جديدة أو آلات جديدة ممكن ما يكونش اشتغل عليها في قبل ما يلتحك بالتعليم الفني فبنبدأ نديله أدوات جديدة وآلات جديدة تفيده في زيادة الانتاج تفيده في سرعة الانتاج تفيده في إنه يبدأ هو نفسه يبدأ يوسع فيه المنتج بتاعه يبدأ يزود فيه الربح بتاعه يبدأ يزود فيه الدخل بتاعه يبدأ يزود فيه عدد العمال اللي شغالين معاه وعدد الناس اللي شغالين معاه فلذلك دي أهم أو أهم نقطة من نقطة الأهداف أو النقطة المهمة في التعليم الفني إن هي إيه بتديله بتقضي على البطالة أو بتقلل بشكل كبير جدا من نسبة البطالة الموجودة في الدولة يبقى إذن عندي النقطة التالتة هي أحد أهم أو آليات الدولة في مواجهة البطالة طيب تاني حاجة أو النقطة اللي بعد كده تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة القدرة التنفسية للاقتصاد آه أنا كل ما كان عندي زي ما قلنا عدد الناس أو عدد الشباب اللي بدأوا يعملوا مشاريع كتير مشاريع صغيرة فتبدأ الدولة تجمع هذه المشاريع وتبدأ تجمع هذه المنتجات وتبدأ تعرضها في معارض كبيرة جدا زي ما احنا عارفين وبنشوف في معارض قاهرة في معارض بتنفذها الدولة خارج مصر تعرض فيها منتجات الشباب ويبدأ الدول العالم من بره يبدأوا يقبلوا على هذه المنتجات طيب إيه اللي بيحصل بعد كده؟ تبدأ المنتجات دي تتصدر لبرا إيه اللي بيحصل تاني طيب بعد كده؟ يبدأ دخل يجي لك جوا البلد عبارة عن إيه؟ عبارة عن دخل دولارات أو عملات أجنبية تبدأ تسقل أو تزيد من سلة الدخل القومي لمصر فلذلك الدول اللي بتكون حريصة على إنها تزود أو تكتر عدد الطلبة المهرة الفنيين الحاصلين على شهادات داخلها بحيث إن هم يبدأوا يعملوا مشروعات كبيرة هي دول اقتصادها قوي ودول عالية الدخل فلذلك الدولة زي ما احنا بنقول لو عايزة تستفيد من أو تزود من اقتصادها فلازم تعتمد على طالب التعليم الفني بإذن طالب التعليم الفني هو مستقبل مصر هو النواة أو اللبنة اللي بتتحط في أساس زيادة ورقي ونمو الدولة المصرية أو الدول عموما طيب بعد كده نقور دور الدولة للنهوض بالتعليم الفني خلاص إحنا عرفنا أهمية التعليم الفني بيعمل إيه التعليم الفني في الدولة أو الدول عموما طيب نبدأ نشوف بقى إيه هو دور الدولة إيه المطلوب من الدولة علشان تزود عندي عدد الطلبة في التعليم الفني أو إزاي إنها تدي لطالب التعليم الفني مميزات معينة أو تمهد له الطريق عشان هو كمان لما يجي يختار الاختيار بتاعه ما يحسش إنه فيه تأثير من الدولة في حقه أو عدم اهتمام بحقه داخل الدولة طيب أول حاجة عندي في دور الدولة للنهوض بالتعليم الفني هو دستور مصر الجديد في سنة 2014 نص دستور 2014 المصري في المدى عشرين على تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنواع التعليم الفني كافة وفقا لمعايير الجودة العالمية آه النقطة دي لازم نقف عندها أني عندي دلوقتي من مبادئ الدستور يعني إيه مبادئ الدستور يا أستاذ الدستور ده هو عبارة عن الكتاب أو القوانين التي ينتج منها أو يتفرع منها القانون المصري العام يعني كل قوانين مصر بتستقي قوانينها أو بتستقي معلوماتها أو بتستقي نصصها من الدستور المصري العام فإذا الدستور هو المتحكم في القوانين اللي بعد بده طب أنا الدستور المصري ده ده فيه عندي فيه شهادة أصلية يعني أساسية في الدستور بتقول إيه إن أنا لازم أهتم بالتعليم الفني ولازم أهتم بطالب التعليم الفني ولازم الدولة توفر للتعليم الفني وطالب التعليم الفني كل الأدوات الشاملة اللي محتاجها علشان يبدأ يرتقي ويبدأ يعلى ويبدأ ينهض بالدولة المصرية بإذن هو ده الأساس في دور الدولة إنها وضعت في دستورها الأساسي الغير قابل للتعديل عشان برضو يكون فاهمين إن الدستور ده هو مش قانون عادي بيخرج من مجلس الشعب أو من مجلس الشيوخ لا ده الدستور ده ده زي ما نقول كده هو عمود من أعمدة القوانين المصرية الغير قابل للتعديل منفعش حد يعدل فيه كده بسهول لا ده بيقول إيه بقى القانون ده بيقول لك أنا كدولة مصرية لازم يعني لازم الحكومات اللي جاية أو لازم وضع القوانين عموما في مصر العربية لازم يكون عندهم اهتمام بطالب التعليم الفني واهتمام بالدراسة بالتعليم الفني علشان أبدأ أبدأ أخد منه المنتج أو الحاجة اللي أنا بعلمها له دي أفيد بيها الاقتصاد العام في الدولة المصرية إذن دور الدولة بدأ بأول حاجة عندي الدستور أو النص اللي موجود في الدستور أساسي والغير قابل للتعديل أو التغيير بدي أول حاجة تدينا الثقة في تعليم الفني طيب تاني حاجة اكساب الخريجين المهارات التي يتطلبها سوق العمل المحلي والإقليمي والأوروبا بجميل أول نقطة دي طيب يعني ايه اكساب الخريجين المهارات دولة طبعا المصرية بتبدأ تفكر في احتياجات الدول اللي حوالين خلاص إحنا دلوقتي الدولة بدأت تعمل مشاريعها تعمل تبني اقتصادها بقينا نشوف مثلا بنشوف في التلفزيون مشاريع الطرق في عندنا المشاريع الصناعية في عندنا المزرعات المختلفة سواء كانت الصوب أو سواء كانت المزرعات السماكية أو مشاريع كذا أو مشاريع كذا فعندنا هم يعني موضوع كبير جدا من المشاريع الزراعية حوالين ايه بتبدأ الدولة تعملها في أكتر من مجال جميل طيب بتبدأ الدولة كمان متركز على المتطلبات بتاعت مشاريعها لا ده بتبدأ تشوف احتياجات الدول اللي حوالين ايه بتبدأ تشوف فرنسا معروف مثلا أو اوروبا عموما نسبة كبار السن فيها عالية جدا نسبة الشباب فيها قليلة جدا طيب الدول الأوروبية دي ما هي محتاجة حد يشتغل في المصانع طبعا نسبة كبار السن ليهم قدر معين من الكفاءة وقدر معين من القدرة على العمل ما بيقدرش يشتغلوا فترة معينة فغصبا عنهم بيبدأوا يطلبوا شباب من دول تانية يبدأوا يشتغلوا عندهم عشان يوفروا احتياجات هذه الدولة وعشان يزودوا الدخل بتاعها فيبدأ مصر تقول لهم اه انتوا احتياجاتكم محتاجين طلبة ايه او الله انا محتاج طالب مثلا الطالب دوت يكون عنده خبرة عالية جدا في منتجات الالبان عنده خبرة عالية جدا في تصنيع الالكترينيات عنده خبرة عالية جدا في مثلا الشغل الفندقة لو هي دولة سياحية زي اليونان مثلا وزي فرنسا في المناطق اللي هي فيها نسبة السياحة عالية فاذا بتبدأ الدول الخارجية تحدد احتياجاتها من الطلاب او من الحاصلين على الشهادات الفنية وبتبدأ الدولة على اساسها تنشئ لهم هذه المدارس اللي بيها يبدأوا اول ما الطالب يتخرج يبدأ يلتحق على طول بسوق العمل مش الداخلي بقى جوا مصر عشان نقول ان هو يشتغل جوا مصر لا دا لو عايز كمان يشتغل برة فبيبدأ يقدم ورقه ويبدأ يستفيد بالعملات الخارجية اللي بتتقدم برة ويكون له شغل موثق وشغل معتمد ومعترف به داخل مصر مش زي ما بنشوف فسلا حاليا فيه الناس اللي بيلجأوا لوسائل اخرى علشان مثلا يبدأ يشتغل برة بانه يتهرب او يحصل له مشاكل زي ما بنحصل زي ما بنسمع فيه السفن او المراكب اللي بتقرأ يمين مش مال نتيجة ان هم حاولوا يعدوا هنا او يروحوا هنا او يوصلوا لمكان معين ومقدروش او معرفوش يوصلوا فاذا عندك القناة الشرعية عندك القناة المعترف بيها ايه هي؟ خش التعليم الفني ادخل التعليم الفني ابدأ على اساسه خد الشهادة المعتمدة من الدولة والمعترف بها من الدولة وعلى اساسها بيتفتح لك ابواب كتير جدا سواء للعمل داخل مصر او للعمل خارج مصر زي ما احنا بنشوف في دور الدولة طيب تاني حاجة عندي تطوير التعليم الفني تتضمن تطوير واعادة تأهيل مدارس التعليم الفني وتطوير المناكل يبقى انا اهم حاجة او بعد كده النقطة اللي احنا بنقول عليها اللي هي تطوير التعليم الفني يعني ايه تطوير التعليم الفني انا ببدأ اشوف زي ما قلنا احتياجات الدول الخارجية او احتياجات الدول اللي حوالي غير احتياجات انا الاساسية اشوف احتياجات كمان متطلبات سوء العمل عندي ايه انا عندي مصانع محتاجة مثلا طلبة ليهم خبرة معينة في تصنيع مثلا منتجات الالبان او خبرة معينة في تصنيع منتجات الزراعية بشكل معين وعندي مصانع محتاجة طلبة عندهم اهتمامات معينة او عندهم علم معين في تصنيع مثلا في تصنيع الالكترونيات يبقى اذا انا ببدأ اشوف احتياجات سوء العمل عندي احتياجات المصانع احتياجات رجال الاعمال احتياجات الدول الخارجية واو وابدأ على اساسها احط المنهج بتاعي احط المنهج اللي انا والدروس اللي حبدأ على اساسها اعلمها للطالب ده بحيث انه لما ياخد الشهادة دي يبدأ هو ايه يشتغل بيها اول ما يحصل على الشهادة ويتخرج ان شاء الله يبقى انا عندي اهم حاجة تطوير التعليم الفني تتضمن تطوير واعادة تأهيل مدارس التعليم الفني وتطوير المناهج زي ما قلنا طيب التوسع في التدريب العملي والتحول الى المدرسة المنتجة والارتقاء ببستوى المعلمين والمدربين ده النقطة دي في غاية الاهمية التوسع في التدريب العملي يعني ايه يعني ببدأ انشئله معامل داخل المدرسة ببدأ اعمله معامل آلات جديدة داخل هذه المدرسة الالات دي بيكون مضاهية او زيها زي الالات اللي بار الخارجية والمكان الخارجي بحيث ان هو يبدأ يبقى متابع وملم بكل الادوات الخارجية اللي ممكن يعتمد عليها لما يتخرج برا او يشوفها في اي مكان او مصنع وببدأ اربط كمان المدارس بالمنتج يعني انا ببدأ اشغل الطلبة وادربهم داخل المدرسة على ان هم يبدأوا يصنعوا ويعملوا منتجات وابدأ انا ااخد المنتجات دي وسوقها بحيث ان انا ادى يعني زي ما بيقولوا ايه اعود الطالب على انه يعرف ازاي يحسب المنتجات بتاعته وياخد منها هامش ربح وده بيحصل فيه مدارس معينة بياخد من المنتجات اللي بتبعدي نسبة من الربح يبقى اذا انت كطالب داخل عشان تتعلم وتدرس وكمان بيبقى ليك هامش ربح او نسبة من الربح بتستفيد بيها داخل المدرسة ودي من الافكار الكويسة جدا اللي بتساعد او بترغب الطلبة للدخول للتعليم الفني يعني انا باخد شهادة وباستفاد كمان ايه ماديا فيه اسناء وجودي داخل المدرسة انا استفاد استفادة مادية استفادة علمية استفادة معرفية باني عرفت الالات عرفت ازاي اعمل مشروع عرفت ازاي في بعض الاحيان اديها الصيانة البسيطة علمية زي ما احنا بنقول درست كل ما يتعلق به الدروس العلمية المفروضة مني المطلوب مني بخدت ايه الشهادة واستفادة البديية زي ما احنا قلنا اني بيجي لك نسبة من هامش الربح طيب من نقطة اللي بعد كده برضو توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول وعمل بروتوكولات تعاون معها لربط التعليم الفني بمهارات سوق العمل والمشروعات الانتاجية الجارية تنفيذة زي ما احنا قلنا في النقطة اللي فاتت اننا بتروح الدولة المصرية بتبدأ تشوف ايه اللي محتاجة الدول اللي حواليها سواء كان اوروبا او افريقيا او الدول الخليجية او اسيا بتشوف الدول اللي حواليها دي ايه اللي انتو محتاجينه في سوق العمل عندكو والله انا محتاج طلبة مثلا عدد طلبة قد كده يبدأوا يشتغلوا عندي في المجال المعين فبتدأ الدولة تحدد على اساسه طيب انا هبدأ انشئ المندرسة دي او احاول المندرسة دي لتعليم اه المنتج معين المنتج ده هيبدأ يتخرج منه الطالب من هنا محتاجينه مثلا في دولة اه وليكن مثلا فرنسا او ألمانيا محتاجينه في الدولة دي يبدأ يروح يشتغل هناك اه ويستفيد اه ماديا هناك يبقى اذا انت كمان ربط الطالب مش بسوق العمل في مصر انت ربط الطالب بسوق العمل الخارجي وزي ما احنا منشوفه ومنتابع فيه نشرات الأخبار بتلاقي وزير التربية والتعليم بيوقع مثلا بروتوكول تعامل تعاون مثلا مع سفير دول كذا او سفير دول كذا فبيكون فيه ربط ما بين الطالب او المدرسة او الوزارة مع الدول دي بحيث ان الطالب يتخرج من هنا يكون عنده مجال شغله على طول يبقى اذا ده من احد الاشياء المهمة في دور الدولة للمهوض بالتعليم الفني طيب اللي بعد كده التوسع في انشاء المدارس الفنية والمجمعات التكنولوجية ومدارس التعليم المزدوق طيب يعني ايه استاذ التوسع في انشاء المدارس الفنية اه بنكتر عددها بنزود عدد المدارس طيب بنزود العدد بس لا وبنزود كمان حجم المدرسة اذا كان المدرسة مثلا فيها اكتر من مجال لتعليم منتجات معينة او تعليم صناعات معينة لا انا بزود العدد بدل ما يتعلموا مثلا خمس اقسام او ست اقسام لا انا ممكن اخليهم عشرة وانشق اقسام جديدة محتاجها سوء العمل بعد كده يبقى غير الخمسة اللي عندي فانا بزود يبقى انا بزود حجم المدرسة بزود حجم الاقسام داخل المدرسة وبزود عدد المدارس طيب المدارس التكنولوجية والمزدوجة اللي احنا بنسمع عندها في الفترة الحديدية بدأ دلوقتي فكرة تعليم الفني زي ما قلنا يختلف ان انا بقيت اربط سوء العمل مع المدرسة ازاي بروح للمصانع والشركات اقول لها اه انت محتاجة ايه في الفترة اللي جاي انت محتاجة طالب شكله عامل ايه هل كل الطلبة اللي انا بخرجهم من عندي في المدرسة هم بيروحوا يشتغلوا في الشركات دي لا لان انا بدرسهم بدرسلهم انواع معينة من الاقسام او انواع معينة من العلوم ممكن يكون الشركة دي محتاجاها او ما تكونش محتاجاها وفيه شركات تانية محتاجاها فلذلك انا لما باجي بقى اشوف ايه اقول اه طيب دلوقتي انا عندي شركة لتصنيع الالكترونيات طب انا ما عنديش مدارس كفاية لتصنيع لان انا اخرجهم ليه المدرسة دي فباجي اقول لك المصنع ده طب الله انت دلوقتي ممكن انشئلك مدرسة باسم المصنع بتاعك والمدرسة دي الطلبة اللي جواها في خلال التلس سنين بتوعها يبدأوا يرتبطوا ويشتغلوا ويتعلموا عندك في المصنع ولما يتخرجوا يلتحقوا بسوء العمل عندك فبتبدأ المصنع بمصنع كتير جدا رحبت بالفكرة لان انا مش بجيب بقى اعامل من برا عنده مثلا في سن كبير يعني سنه كبير وابدأ انا ادربه وعلمه على مبدأ استفاد منه ويبقى زي ما احنا بنقول كده قسطة جوا الورشة عنده او قسطة جوا المصنع عنده بيكون خلاص هو بدأ يفكر فيه انه يتحال على المعاش او سنه كبير في السن فخلاص ما بقاش عنده كمية الجهد والانتاج العالي لا دلوقتي لا انا بطلع الطالب عندي او بدخله الطالب عندي من سن اولى سنة وزي ما بيقولي هو بقى عندي نواة اساسية او اساسي داخل المصنع لذلك بضربه يبدأ صاحب المصنع بيضربه بيعلمه وبياخد اجر وبيبدأ كمان يدرس العلوم النظرية المطلوبة منه فهو الطالب يخرج شامل ولذلك المدارس التكنولوجية دي هي فكرة جميلة جدا وفكرة ممتازة جدا بدأت شركات كتيرة لو احنا بنتابع في البرامج التلفزيونية المختلفة شركات كبيرة جدا تقبل عليها لانشاء هذين مدارس بقرب من المصانع وبدأت تاخد طلب المميزين كمان في الحاصلين على الشهادة الاعدادية مش اي طالب هو بيروح يقدم لقدنا لازم نكون طالب مميز بتعرض لاختبارات معينة قبل الدخول لهذه المدارس يا ما تقبلش فاذا الفكر العام للتعليم الفني اختلف عن الفترة اللي احنا كنا فيها الفترة اللي فاتت ليل ان الدولة حريصة على النهود بنفسها والنهود بطلابها والنهود بابنائها في الفترة القادمة فده كان الفكر الاساسية بحيث ان الطالب يبدأ يفكر في التعليم الفني القادم ان شاء الله يبقى اذا التوسع في المجمعات التكنولوجية بتمويل من صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء وده احنا بنقول عليه طيب النقطة اللي بعد كده انشاء المدرسة الفنية النووية الضبعة وده بقى زي ما احنا بنقول عليه ضرة التاج في التعليم الفني هو انشاء المدرسة الفنية النووية بيه الضبعة واللي بدأ والمدرسة دي انشئت بالفعل في المنطقة بتاعة مرصة مطروح ويه العالمين بحيث اني الطالب يخش المدرسة او يدخل المدرسة دي في خلال الثلاث سنين او الخمس سنين اللي بيتحددهم المدرسة يبدأ يخلاص هو اتعلم كل ازاي يدور المحطة النووية اللي هتنشئ فيه منطقة الضبعة واللي هيتولد منها الطاقة الكهربية واللي بيها بقت مصر حصل على الريادة في المنطقة العربية ومنطقة افريقيا بانها بتبدو هي تكون الدولة رقم واحد في انتاج الطاقة فهي عايزة بقى الطلبة او الشباب اللي يبدأوا يشغلوا المصنع ده او يشغلوا المعمل النووي اللي هيتعمل طيب فهل هتجيب ناس من بره يشغلوا لا انا عندي بقى طلبة اجابة اجلهم المدرسين لو انا ما عنديش مدرسين يبدأوا يدرسوا المناهج الجديدة دي فابدأ اجيب لهم مدرسين من بره يبدأوا يعلموهم ازاي يدوروا المصانع ازاي يتعاملوا مع الالات اللي جوا اللي موجودة جواها ازاي يتعاملوا مع التكنولوجيا الجديدة اللي بدأت تدخل في في مصر مستحدثة طيب هل الطالب ده لو تعلم في المجال ده هيشتغل فيه المدرسة دي بس لا ده ده لان فتحت له مجال رحب جدا 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 يبدأ يتعلم فيه يبدأ يستفاد منه سواء داخل مصر او خارج مصر فإذا ده نوع جديد او فكر جديد من التعليم الفني يبدأ ولي الامر ويبدأ الطالب يفكر فيه بشكل كويس جدا لانه هو ده مستقبل مصر فيه السنين اللي جاية ان شاء الله طيب نيجي نقول بقى ايه هو انواع التعليم الفني عندي انواع التعليم الفني عندي منه التعليم التجاري وفيه وزي ما قلنا التعليم التجاري ده هو تعليم اكاديمي انا كطالب مدرسة او طالب فيه المدرسة التجارية انا بتعلم ايه في المدرسة التجارية بتعلم الحسابات بتعلم بعض من شغل هو شغل إداري أكتر منه شغل مهني أو عملي بتعلم إزاي ببدأ أنشئ قواعد بيانات على الكمبيوتر ببدأ أنشئ برامج معينة تفيد طريق ديناميكية العمل أو معلومات كبيرة عن الدخل والمصروفات وشؤون العاملين داخل المصنع طيب يبقى أن أول حاجة عندي هو التعليم التجاري طيب التعليم الفندقي ده الطالب اللي داخل فيه التعليم الفندقي ده بيتعلم إزاي يتعامل مع السياح وإزاي يتعامل جوه الفنادي يتعامل إزاي يبدأ يخش أو يدخل في المطاعم الموجودة في الفنادي وإزاي يعد الوجبات معينة وإزاي يبدأ ينظم الأكل بتاعه وإزاي ينظم ليه الوجبات ليه اللي هما السياح والجسد والحاجات دي فإزا عندي التعليم الفندقي هو مختص أو تعليم أساسي لنمو السياحة في الدولة يبقى إزا أنا عندي أول تعليم فني هو التعليم التجاري ثم التعليم الفندقي بعد كده التعليم الزراعي والتعليم الزراعي ده هو أساس نمو الدول عموما فإزا التعليم الزراعي ده هو اللي بيبني عليه بعد كده جميع الصناعات اللي بتوبها موجودة داخل الدولة طيب يبقى أنا عندي التعليم تجاري وفندقي وزراعي ثم التعليم الصناعي التعليم الصناعي وده اللي بيسقل فيه الطالب بالتعلم مهارات كتير جدا من في التعليم الصناعي بتخصصاته المختلفة من إلكترونيات وغزل ونسيج وتبريد وتكييف وخراطة فإزا أنا بعلم الطالب في التعليم الصناعي المعلومات كتير جدا يقدر يستفيد بيها في التعليم يبنى اختلاف عندي التعليم أو أنواع التعليم داخل التعليم الفني زي ما احنا قلنا تجاري وفندقي وزراعي وصناعي طيب بعد كده نتكلم بقى عن التعليم الفني الزراعي وده المجال اللي أنا إن شاء الله ببدأ هبدأ أشرحه لكم بشكل مستفيد لإني في زميل في حلقات أخرى مخصصين كل واحد في المجال بتاعه حيبدأوا هم يكلموكم عن التعليم التجاري والتخصصات وفروعه والتعليم الفندوق وتخصصات وفروعه والتعليم الصناعي وتخصصات وفروعه كل واحد من ده أهميته ودرجة الاستفادة لحضرتك إن شاء الله عند التحقق به هتبقى قد إيه طيب التعليم الفني الزراعي نتكز مع بعض بقى كده ونفهم إيه الغرض أو أهمية التعليم الفني الزراعي المبدأ الأساسي في التعليم الزراعي هو من لا يملك غزاؤه لا يملك حريته آه النقطة دي لازم نحطها حلقة فودنا أنا دلوقتي كراجل عايز يكون لي قرار صاحب قرار صاحب مبدأ صاحب موقف محدش يقدر يأثر علي أو يأثر على مواقفي أو مبادئي أو رأيي فأنا لازم أكون عندي قعدة غزائية وأحتياطي غزائي كامل داخل هذه الدولة فإذا أنا لازم أهتم بالتعليم الزراعي لأنه هو ده أساس الدولة وهو ده اللي بيتبني عليه كل أساس الدولة يعني أنا أقدر أستغنى مثلا عن بعض المنتجات الصناعية لكن ما أقدرش أستغنى عن المنتجات الغزائية لأن الأكل والمية هم أساس الحياة يعني أكل الغزاء اللي أنت بتاخده والمية اللي بتشربها هم ده أساس الحياة ما تقدرش تستغنى عنهم يبقى إذن أنا لازم أبني قعدة كبيرة جدا وعالية جدا من المنتجات أو المنتجات الزراعية اللي على أساسها ببدأ أنا قوم اقتصادي أنه داخل الدولة وأكبر من حجم الدولة ويؤدي لها أساس ما يقدرش يتأثر بأي متغيرات أو أي ظروف خارجي فأنا لازم أعتمد أو يعني عندي قعدة عالية جدا من طلبة التعليم الفني الزراعي المسقلين بالمهارات والمعلومات الكاملة اللي بيها هيبدأوا يعلوا إيه اللي يعلوا باقتصاد البلد طيب تاني حاجة نقول إيه هي الشعب الشعب المختلفة داخل التعليم الفني في عندي شعبة الانتاج الحيواني طيب شعبة الانتاج الحيواني دي بتكون مختصة بيه تربية الحيوانات إزاي أنا أقدر أستفيد من الحيوانات اللي موجودة عندي زي ما احنا شايفين الدولة وزي ما بنسمع كل يوم أن الدولة مثلا هتعمل مشروع مليون رأس ماشية مشروع الانتاج الداجيني مشروع التسمين طيب مشروع الالبان طيب الدولة المحتاجة المحتاجة الأقسام دي أو محتاجة الحاجات دي بتبدأ تعوز عمال مهرة وطلبة مهرة يبدأوا يستفيدوا من المشروعات دي ويبدأوا يربوا الحاجات دي بحيث أن الدولة يحصل عندها اكتفاء ذاتي من هذه المنتجات وزيادة كمان أن هما يبدأوا يصدروا المنتجات دي خارجية يعني إحنا هو الحمد لله يعتبر عندنا اكتفاء ذاتي من المنتج الداجيني بأنواعه طيب اللي عندنا إيه عندنا قصور في الانتاج اللحم عندنا قصور في منتجات اللحم فبنعمل إيه؟ بنبدأ نستورد من برة طيب والاسترات دا بيعود علينا بمشاكل الدولة اللي بنيجيب منها اللحمة دي بتبدأ هي تستفاد من الفلوس لكن مصر وبتستفادش منها طيب إذن يبقى أنا لازم نعمل عندي اكتفاء ذاتي يبقى أنا لازم أدرب عندي الطلبة على أن هما يبدأوا يتعلموا إزاي يعملوا مشروعات صغيرة من هذه المنتجات اللي أنا محتاجها بحيث أن هما يدقوا يفيدوا البلد ويقللوا من كمية المستورد أو المستورد من الخارج يبقى إذن عندي من أقسام الزراعية المهمة والأساسية داخل التعليم الزراعي الإنتاج الحيواني طيب تاني حاجة عندي التصنيع تاني حاجة عندي التصنيع الزراعي وده أنا بقدر أستفيد من جميع المنتجات الزراعية داخل أو خارج البلد داخل البلد بحيث أن أنا أبدأ عملية تصنيع غذائي أو تصنيع زراعي لها طيب بعد كده عندي الإنتاج السمكي زي ما احنا بنشوف عندنا مصانع كتير جدا أو مزارع كتير جدا داخل البلد بنلاقيها مزارع الإنتاج السمكي في شرق برسعيد وفي قفر الشيخ ودي كلها طبعا بتحتاج إلى عمال مهرة أو طلبة مهرة يبدأوا يشتغلوا فيه المشاريع الإنتاج السمكي دي من تعليم وتغليف وتربية لهذه المنتجات طيب بعد كده عندي حاجة اسمها شعبة أمناء المعامل أنا بضرب الطالب على أنه إزاي يرتب المعمل على أنه إزاي ينظمه على أنه إزاي يعمل عملية تحضير للمعمل داخل المدرسة أو داخل المعامل اللي هشتغل عليها سواء فيه كليات أو ماكن تانية طيب بعد كده قسم العجائن والمغبوزات قسم العجائن والمغبوزات ده إحنا بنضرب الطالب على أنه إزاي يبدأ يعمل المنتجات العجين المختلفة من عيش ومكارونات وأنواع معينة أو أنواع مختلفة من المغبوزات اللي بيها يبدأ يستفيد وإزاي يتعامل مع الأدوات والآلات اللي بيبدأ يشتغل بيها داخل المصانع أو الأفران المعينة دي ودي ممكن تكون حضراتكم درستوها أو خدتوها باستفادة في حلوات سابقة مع الأسلزة الأفاضل اللي هم جم معي طيب بعد كده عندي شعبة استصلاح الأراضي والميكانة الزراعية وطبعا شعبة استصلاح الأراضي والميكانة الزراعية دي الكلام عنها بفيد وأنا يا أستاذ هخش زراعة عشان يتعلم ميكانة طبعا أنت بتخش زراعة بتتعلم فيها كل حاجة بتتعلم فيها إزاي تشغل الألات اللي بتقدر تستفيد بيها داخل سواء كان المصنع أو سواء كان أراضي الزراعية طبعا نتعرف أن الأراضي الزراعية عندنا بقت كبيرة وبقت مساحتها بختلفة ونستفاد منها فلازم أن نستفاد منها عشان أقدر أغطي المساحات الشاسعة دي كلها فأبدأ أستفيد بإني بالألات الزراعية دي بإنها تغطيري كل المساحات الكبيرة بتاعة الاستصلاح الأراضي طبعا يعني أرجو أن أنا النهاردة أكون ادتكم بعض النبذة البسيطة عن التعليم الفني المختلف التعليم الفني المختلف لأن زي ما احنا قلنا أن التعليم الفني في مصر هو أصبح ضرورة ملحة لكسرة المشروعات زي ما احنا بنقول وكسرة احتياجات الدول الخارجية في الفترة اللي فاتت وزي ما احنا شفنا أن الموجة اللي فاتت بتاعة كورونا لو لاحظنا أو طبعنا حرقة الاقتصاد المصري أني بدأ زاد عندي في الفترة اللي فاتت الإقبال على المنتجات الزراعية المختلفة لمصر وبدأ يزيد عندي الدخل القومي من العملات الأجنبية نتيجة اعتماد الدول الخارجية على المنتج الزراعي في مصر طبعا الحاجات دي تحتاجة مننا طلبة مهرة طلبة مسقلين به العلم الكافي والعلوم الكافية اللي يبدأوا يتعلموها انت في مدارس الزراعة بتتعلم ازاي بتاخد في الصف الأول جميع الشعب او جميع المواد بشكل عام بحيث انك بتقدر بيها تلم من كل الأقسام اللي احنا قلنا عليها دي مادة او فرع بحيث انك تخش بعد كده عندك تبدأ من صف الثاني والصف الثاني تبدأ تتخصص وتبدأ في مجال التصنيع اللي انا ممكن اقول لكم عليه بتدرس فيه بعض المواد زي العجائن وزي مادة العجائن وزي التصنيع وزي مادة تكنولوجيا المصانع دي مواد معينة بتاخدها او بتدرسها داخل مجال التصنيع الغذائي بالاضافة لانك بتدرس مواد عامة زي اللغة العربية وزي اللغة الإنجليزية اللي حاجات اللي تقدر تفيدك وزي الرياضيات وزي مثلا مادة التسويق ومادة الارشاد الزراعي ومادة الاقتصاد الزراعي طيب ايه الفايدة من انا بدرس المواد دي كلها الفايدة دي ان ان دا بنديك كم من المعلومات وكم من العلوم اللي تقدر حضرتك تستفيد بيها في حياتك العملية وتبدأ تستفيد بيها في العلوم او ان شاء الله اذا ربنا اراد وحبيت حضرتك تكمل او جبت مجموع كويس يبدأ يؤهلك انك تخش او تدخل ليه الكليات اللي حضرتك او انت بتكون محتاجها علشان تكمل دراستك في الكليات بعد كده طبعا دا مجال واسع انت عندك فيه الاساس عندك فيه اللبن الاساسية وارجو ان انا اكون قدمتلك كل المعلومات الكافية اللي بيها حضرتك تقدر تحط القرار بانك تختار المكان المناسب لابنك ان شاء الله او تختار لنفسك كطالب كان معكم الاستاذ عبد المجيد محمد مدرس في التربية والتعليم